بيركولا العميق أعمق نقطة قدر الإنسان يوصلة بعد محاولاته الفشل بخرق الأرض والوصول لمركز الأرض ومع كل التطور والتكنولوجيا اللي قدر الإنسان يوصلة وقف الإنسان وكل الدول العظمى عاجزة أمام الإرادة الإلهية ولما قررت روسيا الاتحاد السوفيتي سابقا خرق الأرض والوصول لنقطة على عمق 15 ألف متر تحت سطح الأرض بدأ فعلا المشروع العلمي لاستكشاف قشرة الأرض والمكونات الداخلية للأرض استغرأت عملية الحفر عشرين سنة من عام 1970 لعام 1989 حتى وصلوا لعمق 12262 متر تحت سطح الأرض وهيك بكونوا أحدث أعمق حفر على سطح الأرض بيركولا العميق كان الهدف المهدد هو عمق 15 ألف متر تحت سطح الأرض ولكن لما وصلوا لعمق 12262 متر عام 1983 تم توقيف عملية الحفر سنة كاملة احتفالا بالإنجاز العظيم تباطئ العمل أدى لحدوث إنهيرات داخل البئر سقط 5000 متر من التربة داخل البئر كان لازم يكملوا عملية الحفر من عمق 7000 متر وصلوا عملية الحفر عام 1984 واستمر حتى عام 1989 لقدروا يوصلوا لنفس النقطة عمق 12262 متر تحت سطح الأرض كانت الخطة إنه يوصل لعمق 15000 متر عام 1993 ولكن المخطط فشل والعمل توقف نتيجة للارتفاع الهائل بدرجات الحرارة واللي وسط لـ 180 درجة مئوية كان من المستحين مواصلة العمل المعدات كلها تعطلت تعطل تام وأصيبت بالشلل نتيجة درجات الحرارة الهائلة على عمق 12262 وكان من المتوقع أنه ترتفع درجات الحرارة أكتر وأكتر وإذا وصلوا لعمق 15000 متر كان وصلت درجة الحرارة إلى 300 درجة مئوية وصدق الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الجدير بتذكر أنه مواصفات التربة على عمق من 2 إلى 3 كيلو متر تحت سطح الأرض مطابق لعين من التربة القمرية الشي اللي بعزز فرضية أنه الأرض والأمر كانوا كتل وحده أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا وَتْقَمْ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ